منصات التواصل الاجتماعي بالأساس والتطبيقات الذكية اللي احنا بنستخدمها هي جزء من وجودها وتحديدا وجودها المجاني قائم على استخدام بياناتنا وبيعها يعني احنا لا ندفع ثمن مادي لاستخدام تطبيق الفيسبوك أو الانستجرام أو التوك توك إلا إذا كمنا بإعلانات ممولة فالاستخدام المجاني هذا معناته كما قيل في السابق إذا أي شيء كان مجاني فأنت البضاعة يعني أنت بضاعة أنت البضاعة وبالتالي أنت الثمن أنت التي ستباع أو الذي سيباع وبالتالي بياناتنا الشخصية هي التي ستباع وهذا المشاهد اللي عم يسمعنا الآن كان عم بيبحث عن ملابس أطفال كان بيبحث عن أثاث فبيكتشف أنه كل الواجهة في التطبيق عم تظهر له إعلانات من هذا النوع طب كيف ظهرت هذا الإعلانات لأيلي بكون عم بحكي مع أحدا في البيت صحيح نشوفها بأي شيء كتير عن أنه إحنا محبين نشتري السلعة لفلانية فبتتحول كل المنصة لهذا النوع من الإعلانات لأنه بياناتنا ببساطة يتم جمعها وجمع هذه البيانات لغايات بيعها للشركات المعلنة وبالتالي أصحاب التطبيق يستفيدوا من هذه البيانات والشركات المعلنة أيضا تستفيد وبالتالي كمان في عالم الديجيتال إحنا يوم عن يوم فهمنا للخصوصية عم بتراجع يعني لما إحنا دائما السؤال اللي أنا بحكي حتى لطلابي في الجامعة إنت عندك استعداد تدخل أي حدا على بيتك على قوضة نومك على تفاصيل حياتك أي حدا بالشارع بتجيبه لا طب كيف بتحط صورة سيلفي بقوضة النوم مثلا إذن إنت دخلت الناس على بيتك وين خصوصيتك تصوير الأطفال تصوير العائلة الزوجة الزوجة في تفاصيل مناسباتهم وحياتهم اليومية حتى بتنا نشاهد اليوم على التيك توك على الإنستجرام تسليع العلاقات الأسرية لغايات تجارية يعني بيتقاتلوا أزواج على الهوى على التك توك على الإنستجرام بيتصالحوا بيعملوا أفلام بيعملوا مقالب هذا أقصى أنواع تجاوز الخصوصية ولكن وهذا قد يكون مقصود لغايات أنهم حبين يجيبوا مشاهدات وبالتالي يحققوا عائد مالي ولكن إحساسنا بالخصوصية للأسف في عصر الديجيتال ميديا عم بتراجع سنة عن سنة اشتركوا في القناة